موسيقى رئيس مجلس القيادة الرئاسية استقبلوا المبعوث الخاص للأمم المتحدة موسيقى وزير الدفاع يترأس اجتماعا لمناقشة أوضاع المنافذ البرية والبحرية موسيقى لجنة المناقصات بوادي حضرمو تناقش مستوى إنجاز مشروع أبراج الخط الناقل للكهرباء والمحطات التحويلية موسيقى من مبنى تلفزيوني حضر موت الحكومي بمدينة المكلة نقدم لكم نشرة إخبارية مفصلة أهلا صالح أهلا آية ونبدأ نشرتنا مع خبر فخامة الرئيس دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية الذي بعث اليوم برقية عزاء ومواسال أخيه أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباحة البرقية تضمنت عزاء قدمه رئيس مجلس القيادة الرئاسي في وفاة الشيخ محمد صباح محمد صباح السلمان الصباح وعبر فخامة الرئيس في البرقية باسمه وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي عن خالص التعازي وصادق المواسال سموه بهذا المصاب العليم سائلنا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته أن يسكنه فسيح جنات ويلهم الجميع الصبر والسلوان إن لله وإنا إليه راجعهن وفي العاصمة السعودية الرياض استمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جرونبرغ إلى إحاطة بشأن نتائج لقاءاته الأخيرة على المستويين الإقليمي والدولي وفرص البناء على حراك دبلوماسي يفضي إلى سلام مستدام رئيس المجلس جدد التذكير بالانتهاكات الحوثية الجسيمة لحقوق الإنسان بهدف مصادرة الفوائد المصرفية على مدى السنوات الماضية بأثر رجعية وإحلال جهاز بنكي جديد على غرار حزب الله والحرس الثوري الإيراني وما يترتب على ذلك من أنشطة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وحمل فخامة الرئيس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية تنفيذ قرارات مجلس الأمن وفي المقدم الكشف عن مصير المناظر محمد قحطان والإفراج الفوري عنه بعيدا عن أي نقاشات في هذا الملف الإنساني الذي يتطلب ضغوطا أكبر للإفراج عن المحتجزين والمختطفين والمخفيين قصرا في سجون الماليشيات وفقا لقاعدة الكل مقابل الكل قام رئيس مجلس الشورى دكتور أحمد عبيد بن دغار بزيارة إلى الأستاذ التربوي حسين محمد العيدروس في مقر إقامته في جمهورية مصر العربية حيث يتلقى العلاج رئيس مجلس الشورى جدد حرصه واهتمامه بالكوادر التربوية والنخاب الثقافية والرياضية في حضر موت وأنحاء اليمن تقديرا لما تقدمه من جهود وإسهامات وطنية وعبر الأستاذ حسين العيدروس عن شكره وتقديره لهذه اللفتة الطيبة متمنيا لرئيس مجلس الشورى الصحة وتوفيق في مهامه الوطنية كافة هذا ويعد التربوي حسين العيدروس أحد الكوادر التربوية والرياضية في حضر موت بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جرونبرغ آخر التطورات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة لإحياء مسار السلام الوزير بن مبارك استمع إلى إحاطة من المبعوث الأممية الخاص حول نتائج زياراته الأخيرة إلى عدد من الدول المهتمة بالملف اليمني وفرصي وتحديات تحقيق السلام وجدد الوزير بن مبارك حرص المجلس الرئاسي والحكومة على إنهاء معاناة الشعب اليمني ودعم مساعي المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى استئناف العملية السياسية وتحقيق السلام العادل والدائم المبني على المرجعيات الثلاثة ترأس وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري اليوم الأحد في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لتقييم وتصويب عمل المنافذ البرية والبحرية تنفيدا لقرار مجلس الوزراء وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة فنية تقوم بإعداد مشروع قرار لتنظيم عمل المنافذ وتحسين مستوى الأداء لتقديمه للإقرار من قبل مجلس الوزراء وشدد وزير الدفاع على مضاعفة الجهود في المنافذ البرية والبحرية من قبل الجهات ذات العلاقة للحد من عمليات التهريب وإصلاح الاختلالات الحاصلة داعيا إلى تسليم أي أسلحة مهربة أو مضبوطات تتعلق بالشأن العسكري لوزارة الدفاع ناقش وزير الخدمة المدنية الدكتور عبد الناصر الوالي اليوم مع وزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس سير معالجات جملة من القضايا المتعلقة بالمستويات والعلوات أو التسويات والعلوات وطلبات التوظيف الوالي ولملس تطرق إلى سير العمل الجاري بشأن قضايا المعاشات والتسويات والحد الأدنى للأجور والقضايا المتعلقة بالتوظيف والخطوات والأليات التي جار العمل عليها تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها واتفق الجانبان على أهمية الحفاظ على العمل المؤسسي وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في وزارة الخدمة المدنية وضرورة التعاون والتنسيق بين السلطة المحلية والوزارة لضمان تكامل الجهود ونجاح العمل تقدم محافظ حضر موت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي بأصدق التعازي والمواساة في وفاة مغفور له بإذن الله تعالى المقدم سالمين الجابري الذي وافته المنية أمس السبت في المملكة العربية السعودية ورفع المحافظ التعازي لنجل الفقيد محمد وإخوانه وأفراد أسرته وللمقدم مرس المرعي الجابري سائلنا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إن لله وإن إليه راجعون ناقشت لجنة المناقصات الفرعية بوادي والصحراء حضر موت برئاسة وكيل محافظة حضر موت لشؤون مدريات الوادي والصحراء عامر العامري مستوى الإنجاز في مشروع أبراج الخط الناقل 132 كيلو فولت والمحطات التحويلية التابعة له اللجنة ناقشت الصعوبات التي تعترض صير العمل وإيجاد المعالجات المناسبة التي تسهم في رفع وطيرة العمل وفقا للمواصفات الفنية المعدة للمشروع وشدد الوكيل المحافظة العامري على ضرورة سرعة إنجاز المشروع داعيا الجهات المعنية بالمتابعة المستمرة للجهة المنفذة وفق خارطة عمل مزمنة لاستكمال ما تبقى من مكونات المشروع تشينت بمدينة سيئون منحة المساعدات الطبية السعودية والدفعة الثالثة من محال الى الاستصواء الدموي لمراكز فاطمة ببطين الطبية لرعاية مرضى الفشل الكلوي بوادي وصحراء حضرموت بدعم وتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وكيل محافظة حضرموت لشؤون مدريات الوادي والصحراء عامر العامري أشاد خلال التدجين بتدخلات مركز الملك سلمان في القطاع الصحي بالمحافظة وأشار المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت الدكتور هاني العمودي إلى أن الدفعة الثالثة هي عبارة عن محاليل خاصة بالغسيل الكلوي لإجراء أكثر من 3500 جلسة استصفاء دموي وشحنة أخرى تحتوي على مجموعة من الأدوية والمحاليل للكلسترول والسكر كل هذه الأدوية التي وصلت سوف نعمل على وضع خطة لتوزيح لكل المديريات في وادي وصحراء حضرموت ونجدها فرصة نتقدم الشكر لقيادة مركز الملك سلمان وكل العاملين في هذا المركز لدعمهم ساندتهم للشعب اليمني في هذه الظروف كزمالك سلمان للإغاثة وعمال إنسانية مستمر في تقديم برامجه ومشاريعه الإغاثية والإنسانية وقد بلغت المشاريع التي نفذت والتي تحت التنفيذ ما يزيد على 814 مشروع بتكلفة تجاوزت 4 مليار 254 مليون دولار إسهاما لتلبية احتياجات محافظة حضرموت والمحافظات اليمنية الأخرى شهدت مدينة سيئون الملتقى الأول للممرضين والذي يقام لأول مرة بحضرموت بمناسبة اليوم العالمي للتمريض الملتقى أقامه اتحاد الملتقيات الشبابية التطوعية بوادي وصحراء حضرموت بالشراكة مع مؤسسة الخرجين للتنمية والتأهيل لمزيد من التفاصيل دعونا نتابع التقرير الآتي مع زيادة أعداد المصابين بالحمى بوادي حضرموت أقيم بمدينة سيئون الملتقى الأول للممرضين والذي يقام لأول مرة بمحافظة حضرموت بمناسبة اليوم العالمي للتمريض بحضور 200 ممرض وممرضة وقابلة من مختلف مديريات وادي وصحراء حضرموت والذي نظمه اتحاد الملتقيات الشبابية التطوعية بوادي وصحراء حضرموت خاصة مع انتشار الحميات في هذه الأيام ونسأل الله عزل أن تكون هذه الملتقى بادرة خير وأن تنتقل هذه المعلومات التي تطبق على أرض الواقع وقد حضرها معنا من كل مديريات الوادي من القطن من شباءة من حورة من حريضة من مرضين وممرضات وإن شاء الله تعالى سترون ثمرت هذا الملتقى على أرض الواقع تناول الملتقى في مختلف محاوره التعزيز النفسي للممرض والمريض والدور والجهد الكبير الذي يقوم به الممرضين والقابلات اتجاه المجتمع وآثرها في الدنيا والآخرة إلى جانب الأمور الفقهية المتعلقة بالجانب الطبي الحمد لله كان الملتقى ناجح بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وتعرفنا على زملاء لنا من خارج المناطق أو مديريات السيئون جاءوا من جميع مديريات الوادي والكل حاضر وكل حريص على نجاح هذا المؤتمر على نجاح هذه الفعالية بحضوره بآراءهم بكل بتواجدهم معنا هنا هدف الملتقى إلى توعية الممرضين إلى ضرورة التعامل مع المواطنين المرضى والتخفيف عنهم آثار الضغط النفسي جراء الإصابة بالحميات المنتشرة في الفترة الأخيرة بوادي حضر موت إلى جانب استشعار الأجر والمثوبة عند أداء المهنة في أنقاذ أرواح المرضى محمد باسعيدة تلفزيوني حضر موت سيئون وبجنود الجيش الأبيض نختتموا إياكم نشرة الأخبار إليكم تذكير بأبرز ما شاء فيها رئيس مجلس القيادة الرئاسية استقبلوا المبعوث الخاص للأمم المتحدة وزير الدفاع يترأس اجتماعا لمناقشة أوضاع المنافذ البرية والبحرية لجنة المناقصات بوادي حضر موت تناقش مستوى إنجاز مشروع أبراج الخط الناقل للكهرباء والمحطات التحويلية المتابعة المزيد من نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تلفزيوني حضر موت شكرا على حسن المتابعة والإصلاف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر